هوالي أجانب الزمالك لعيبة الصفقات الزمالك الجديدة سواء أجانب أو غير أجانب يعني الوضع بالنسبة لهم إيه الزمالك يشغل على مين في الوقت الحالي؟ طيب في اللحظات اللي احنا فيها دي فيه أصلا قريدي جلسة عشان الزمالك ينهي انتقال أو ضم البولندي كونراد مشلاك كونراد مشلاك لاعب نادي أحد السعودي من أسبوع زمالك فتح خطوط التواصل مع نادي أحد ومع اللاعب نفسه على ضمه على سبيل الأعراض اللي أخر الموضوع لحد اللحظات الأخيرة دي كريم هو راتب اللاعب يعني المفاوضات مع نادي أحد كانت سهلة جدا لأن نادي أحد كان بيحاول أنه هو يفضي مكان وأن اللاعب ينضم لنادي الزمالك فما كانش عنده مشكلة وكان المفاوضات سهلة ما بين الزمالك جوزي جوميز موفي عليه؟ ما بلاش نفتح سير الجوزي جوميز في الصفقات ليه؟ بص أنا عندي سيرة وحشة؟ لا مش سيرة وحشة بس يعني عارف مشكلة الصفقات في الزمالك أن تلاقي مثلاً لعيب الزمالك قطع مع شوط كبير جداً 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 فجأة تاني يوم تلاقي بديله هو اللي موجود بدون أبدأ يعني بلا أي أسباب ما له بقى جوزي جوميز في ده؟ الراجل برضو ما هو محتور يعني على سبيل المثال لعيب زي جوناسان جوناسان كان صفقة خلصانة منتهية وعايز أقول لك أن نادي مودرن سبورت راح لن الزمالك بعد ما الزمالك جاب بنتايج المغربي راح لنادي الزمالك يقول له خد جوناسان كنتوا عايزين وخدوه والزمالك رفض ففجأة والزمالك بيتفاوض وخلص ومخلص جوناسان فجأة الزمالك فيه بنتايج وخلاص واللعيب جاي مصر وهنوقع معاه وهو ده الباكلفت اللي احنا هنجيبه فجأة الزمالك؟ ها؟ يعني فجأة لا فجأة كابتان احمد سليمان جايب اللعيب واللعيب هو ده الباكلفت اللي احنا هنجيبه طب فيه انتجاه تاني في مجلس الهدارة أو حزب تاني في مجلس الهدارة كان ماشي خلاص وقطع شوت كبير وخلص لعيب جزي جو مزي عايزه اللي هو جوناسان وانت أصلا قريدي لعيب زي جوناسان ده مثلا انت تابعته في الدورة ولعيب كويس وتابعته بقى من قام الجوناة لما كان في الجوناة ماريا أنا توت لو تسمح لي يعني مش المشكلة فين دلوقتي؟ المشكلة عند جوزي جو ميز؟ لا المشكلة مش عند جوزي جو ميز يعني اللعيبة اللي تيجي نادي الزمالك جوزي جو ميز بيبقى موفق عليها مش كلها مش كلها؟ مش كلها يعني ايه بقى دي؟ يعني فيه لعيبة آه ترشحد واتعرضت على جوزي جو ميز وقال عليها أوكي زي مين؟ زي بنتاك. على سبيل المثال، لأن معلومة اللي عندي إن هو الباكليفت اللي كان مخلص معاه كل حاجة وكان جاي نزقه جونسان. كل حاجة خلصانة. أو اللعب البولندي؟ اللعب البولندي يعني الخناقة ما كانش اختياره الأول. وما كانش هو ده في دماغ جوزيجو ميز. لأن جوزيجو ميز أول خيار بالنسبة له كان حطه كان صديقه جولة. هو ده اللعيب اللي هو عال. ماشي. فالوقت عشان كمان سرقك وقصة أرون بوبينزا والوقت مش معاك. فالزمالك الأمر بوقت. طيب لماذا الزمالك يجيب لعيبة جوزيجو ميز مش عايزة؟ بص هنرجع عن نفس القصة. إن برضو الاتجاهات في مجلس اليدراء كتير. اتجاه ماشي في ناحية. وحزب ماشي في ناحية تانية. وشخص عايز يفرد وجهة نظر أو يأكد إن هي وجهة نظر. وشخص آخر بيمشي في اتجاه تانية. بس عايز نسيبك. مش عايز بص. لا لا قول لي قول لي سيبنا كنبو خلص خصش على بعد. والله الواحد حابب إن هو إيه يجمل الموضوع. لكن الموضوع أنا شايفه مش لطيفيني. طيب من تاني؟ من تاني الزمالك بيفكر فيه؟ كونراد مش لك. خلاص إحنا قلنا إن هو الزمالك يعني بيخلص فيه في الوقت الحالي. ممكن يكون آخر صفقات الزمالك أو الطبيعي أو القرار اللي في نادي الزمالك. إن ده يكون آخر صفقات نادي الزمالك. ولكن انت لسه معك 24 ساعة. خلال 24 ساعة دول وارد تلاقي صفقة محلية ظهرت كده فجأة. زي مين؟ زي مين؟ الزمالك كانت حرك اليومين اللي فاتوا في محمد إسماعيل لعب زد. على الرغم وده يرجعنا النقطة اللي كنا بنتكلم فيها أو السؤال إنت سألته. على الرغم من جزيج وميز بلغ إدارة نادي الزمالك إنه هو مش عايز مدافع. لا أصلا؟ نادي الزمالك راح يتفوض مع محمد إسماعيل اللعب. أنا سمعت إن زد عايز في محمد إسماعيل 50 مليون جنيه. بص نادي الزمالك مش عايز يبيع لعبته. غناوة بقى. غناوة بقى. وده قرار إدارة. ده قرار إدارة. مفيش لعبها يتباع. وبرضو عشان برضو حصل كلام من نادي بيرامدز مع نادي زد لضم زيكو. وتعرض 50 مليون جنيه. أنا بقولك معلومات. وتعرض 50 مليون جنيه. وزد رفض. فهي قصة بالنسبة لزد مش فلوس. انت عايز زد طالب كم من بيرامدز؟ 70 مليون جنيه. المعلومة اللي عندي إن العرض كان. يعني العرض بتاع بيرامدز لزد. لماذا هو بقى زد كان عايز 70 مليون ونص. زد يوم ما يفكر يبيع العيب. هيبقى بيبيع العيب للتعاون مع النادي الأخر. غير كده مش في حاجة إن هو يبيع. لأن هو في الآخر. مش نادي استثماري. هو نادي عايز يحقق حاجة في الدوري. عايز يحقق بطولات في القرى المصرية. فبالنسبة له لا أنا حافظ على السكواد بتاعي. ولكن لو في تعاون زي ما حصل في الداية الموسم المنقضي. التعاون اللي حصل مع النادي الأهلي. اللي كان فيه لعيبة وراحت وحصل تعاون. فهو ده اللي يخلي فيه تفاوض. برضو أكتر من لعب مرشح. حتة المدافع ديها اللي ممكن يكون صفقة خلال الساعات اللي جاية. أو قبل غلق بابل كيد. وأيضا برضو حتة خط النص. البعض أو المسؤولين عن ملف القرى في نادي زمالك بيقولك برضو حتة رقم ستة دي. ممكن نفكر إن إحنا نجيب فيها لعيب أو خط النص بشكل عام. عمرك علاوة لاعب نادي سراميكو. اسم من الأسماء اللي حصل عليه تفاوض. ولكن برضو زمالك عنده مشكلة وهنا بيصطدم بطلبات الأندية. لو شفت صفقة الزمالك بشكل عام يا كريم. هتلاقيها يعني لعيب هر. اتفقت مثلا مع عيك فها قصت على أربع أساط حاجات كده. لكن بتروح تصطدم يعني الزمالك خياره الأول في الدفاع كان أسامة جلال. بيراميز الطالب 2 مليون دولار. 100 مليون جنيه. مستحيل. في الزمالك مستحيل لأن أصلا عايز أقولك على حاجة. الزمالك الفلوس اللي بتحرك بقى في الصفقات كلها هي 100 مليون جنيه أصلا. يعني ممكن الناس ما تصدقش ده. لكن هو كل الفلوس اللي بتحرك في الزمالك هما الـ 2 مليون دولار دول. في الزمالك بتحرك بس عايز أروح لسعيد شوية بس موك عايز أروح لسعيد شوية. بس موك عايز أروح تفكر فيه شوية. قلت له ما يفكر. اه. هو الزمالك هيامل إيه في التجديد اللي زيسو. طيب كويسة ننتدتني فرصة. كده فكر الله براحتك.